السلام عليكم إخوتي وحبائي معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب عدنا إليكم في دروس تعلم اللغة التركية طبعاً رح نقدم إن شاء الله سلسلات جميلة محتويات جميلة نتمنى أن تنال إعجابكم وأتمنى منكم أن تقترحوا علي أفكاراً جديدة حتى نقدمها لكم لتعليم اللغة التركية نبدأ الآن حيث تركنا القصة نختم اليوم القصة في الحلقة الأخيرة منها نذكركم بأن أحداث القصة كانت تدور حول صديقين هما نهات وأحمد وأن نهات غدر بصديقه أحمد حيث تزوج الفتاة التي كان يحبها أحمد وعاش في بيته عندما كان أحمد ميسور الحال ولكن عندما ضاقت الدنيا بأحمد نهات كان والياً لمدينة أخرى ورفض مساعدته وأغلق بابه في وجهه نتابع القصة حيث وصلنا إلى آخرها نهات بير جواب ذرمك زورندة قال مش يعني اضطر هنا زورندة قال مش يعني كان اضطر هنا عندنا مش صغط الماضي زورندة قال مش هذا أسلوب مستخدم عندهم بمعنى بقي مجبوراً يعني اضطر إلى إعطاء جواب بير جواب ذرمك اضطر إلى الإجابة نهات حول ما حصل المش ميكروفون يعني أخذ الميكروفون هنا مفعول به والجملة يعني مع كوسة يفترض أن يكون مفعول قبلها الفعل باشلمش أنلط ميا وبدأ الشرح نفس الأمر هنا الأصل أنلط ميا باشلمش طبعاً استخدم هنا لحقت إلى لأن باشلا تأتي مع إلى فالأصل أنلط ميا باشلمش طبعاً هنا سيغط المصدر ما تجعل الفعل كالإسم فأنلط إشراح وأنلط ما الشرح فأصبحت كالإسم وليذلك وضعنا لهذا الاسم حرف جر الذي وإلى anlatmaya başlamış هبت نعم أحمد سيغط المصدر هبسي ضغردر يعني نعم ما قاله أحمد هكذا سغط أو ديك لري يعني هنا للجماع لأن الذي قاله كل ما قاله سيغط المصدر سيغط المصدر طبعاً يضيف هنا لاحق الإضافة إلى أحمد أحمد سيغط المصدر ثم يضع هنا حماية ويضيف إلى هبسي هبسي يعني كل ما قاله أحمد ضغردر صحيح يعني لا أستطيع أن أقول أنه كذب هنا حرف حماية ثم أتى لحقت الاستطاعة هنا عندنا طبعاً ليست الكلمة وإنما بمعنى قل وتحولت إلى فأصبحت وهنا لحقت النفي للجنس زمان لصيغة بان بان ديامام يعني أنا لا أستطيع أن أقول أنه كذب يلان ديامام زماناً يعني في أحد الأزمين بنا إلي توق يارد ميت ساعدني كثيراً حق يعني حقه هنا أنن حق حماية ثم مفعول به أدي مام نفس الصيغة هنا أدي ادفع يحماية أ استطاعة مام صيغة النفي للجنس زمان طبعاً بعد دائماً عندما يأتي بعد الفعل صيغة آ تأتي بمعنى الاستطاعة يعني بمعنى أدي مام لا أستطيع أن أدفع تكامام لا أستطيع أن أخرج جدا مام لا أستطيع أن أذهب ساوصن يعني ليسلم طبعاً صيغة الشكر أو ليسلم من أجل أو هنا عندنا مطلو سعيد يعني زواج سعيد يطمم هنا نفس الشيء نفس في الأعلى عندنا يطف الفعل تحولها إلى اسم عمل الزواج وعندنا هنا مالي بنم بنم يطمم يعني زواجي بنم يطمم إلى زواجي لماذا أتت إلى يعني هنا öncüllük etti يعني قدمني عمل تقديماً إلي هكذا فعلت تقديماً لي هكذا برئي لك يطمم أجل لك أجل لك يعني التقديم أجل لك اتت يعني قدمني عليه في زواج سعيد ساوصن بني مطل برئي لك يطمم أجل لك أجل أما لكن زمان ذا في ذلك الزمن يعني زوجتي هنا وهنا المفعول به أنه أحبها صيغة أنه أو تأتي أحياناً بمعنى التي هنا أتت بمعنى أنه لأنها بالمفعول به سيف دين صيغة حماية ومفعول به بالميور دم هنا صيغة الحكاية لم أكن أعرف يعني يأتي يور شمدك الزمن مع الماضي مع بان بالميور دم يعني لم أكن أعرف بالميور لا أعرف بالميور دم لم أكن أعرف ماضي مع الحاضر يعني الحال دروم حاله دروم سيوضيف هنا كتية طبعاً معترضة بين المضاف والمضاف إليه يعني أنه ذهب حاله إلى السي أو إلى السوء دروم كتية كتية برج بنا يعني في يوم من الأيام بنا جيليجيني أنه سيأتيني في يوم من الأيام باليور كنت أعرف ذلك أنه ذهب حاله إلى الأسوأ وأنه سيأتيني في يوم من الأيام دائماً كنت أنتظر هذا اليوم وفي الآخر أتى إلي يعني صغط المفعول من الباب كوف دور دم صغط كوف بمعنى أطرد وهنا صغط كوف دور يعني خليت غيري أو شخص آخر يطرده جعلت شخصاً آخر يطرده صغط هنا عندنا التيرغان يعني جعلت شخصاً آخر يطرده كوف دور دم دور دور يعني جعلته يطرد دور دور أو جعلت شخصاً يطرده من الباب لكن لماذا طردته يعني إذا يعني لو أني في ذلك الزمن يعني لو أني ساعدته هنا تأتي بمعنى التمني وتأتي بمعنى الشرط حسب صياغة الجملة يعني شخص يتمنى فيقول يعني ليت أني ساعدته وإذا كانت أتي بمعنى الشرط حسب صيحة الجملة لو أني ساعدته في ذلك الزمن يعني أنه لن يتحمل يعني لن يتحمل غروره غرور يعني من كبريه غروره إلى كبريه يتحمل يعني لا يستطيع أن يتحمل هذا يعني لا يستطيع أن يتحمل هذا معنى مجازي يعني هنا عندما تتركب كلمة غرور معي تصبح بمعنى أن غروره لن يسمح له ولن يتحمل هذا الأمر ما يجكتي لن يستطيع أن يفعل لم يكن ليستطيع أن يفعل بل كي ربما ده أيضاً بر سورة صورة بعد مدة انتهار edeجكتي ربما كان سينتحر بعد مدة اي بر أرخداش من قيبتماك استمم لا أردو أن أفقدا صديقاً جيداً أصلاً أبداً لا أريد أن أفقدا صديقاً لي استمم استطلب استمم لا أريدو لا أريدو لن يفعل هذا أفقيد صديقا جيداً لأسلاً أبداً أردن 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 بعد خروجه من هناك مباشرةً أشياء إلازة وجده أشياء 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 بليورد همن أشياء تلفون أشتم مباشرةً اتصلت على زوجتي همن أشياء تلفون أشتم طبعاً يستخدم هادا تعبيرات مجازية تلفون أشتم فتحت هاتف إلى زوجتي اتصلت عليها أنا اليها أحمد أحمن أشياء أ شباً أولاً أولاً ثم عندنا س و هنا نحي ما يمفعول به اتش ماما سن قلت لها الا تفتح الباب اتش ماد يعني لم تفتح اتش ماد فصلت عليه همان مباشرةً بزم افدان من بيتنا چکان بر ادم görürسا يعني لو انه رأى شخصا خارجا من بيتنا چکان اسم الفاعل بر ادم görürسا لو انه يراهو انه اشيء المسانه ان يأخذه الى عمل ياردم جاولمسانه وان يساعده استدم طلبت ذلك طلبت ان يساعده ويأخذه الى عمل bizim evden çıkan bir adam görürse onu işe almasını yardımcı olmasını istedim ahmeti yani ahmet اخذ احمد الى العمل yatacak yer verdi وعطاه مكانا لينان به ح LuطER احمد الى عمل وعطاه ل nessaم وقع ب垂 public اومجسال التحكير تقةير وتعالية هنا الملكة هنا الملكة هنا ل tänكس هنا بباب من أبي بابا من عائدة لأبي أو عائد لأبي ذلك الصندوق لم يكن عائدا لأبي أو كتب بابا من ديل دي بنم د ديل دي وأيضا لم يكن لي أو ذات أحمد دي يعني هو أصلا لأحمد أنا إليه برجمو يعني ديني هيتش بير زمان أديمم يعني ديني له لا أدفعه لا أستطيع أن أدفعه أبدا ولا في أي زمان hiçbir زمان أديمم أحمد كتبه أخذ أصندوق جيدا ويستخدمه جيدا ويأتي إلى هذه الأيام يعني بهذه الساعة من العيش وبهذا الغينة برجون في أحد الأيام أممي مع أمي قز قرديشمي جندردن أرسلت أختي مع أمي دورمو ندر بير كنترول أدين دي يعني لية تفقدوا كيف حاله لية تفقدوا أحواله دورمو ندر ما هي أحواله بير كنترول أدين دي يعني تفقدوا أحواله دي يعني لها رأى السبب أرادا بير بيري لاريني جاروب يعني رأوا بعضهم البعض بير بيري لاريني جاروب عاشق أول مش لار وعاشقوا بعض شمدي أبلين يور لار والآن يتزوجون ما تكلم به نهاد طبعا مبالغ به وقصة هي تقريبا أقرب إلى الخيال لأن الشخص لو عنده صديق يعني وقع في ضائقة مالية يساعده وربما يقول له هذا المال خذه دينا ولكن أن يفعل هذا الأمر يعني حتى يعد إذلالا يعني هو ذله ذله أيضا عند باب زوجته ولم يبتح له الباب يعني أنا أرى أن هذه القصة أقرب للخيال لأن الإنسان عندما يكون له صديق محتاج يساعده بطريقة أو بأخرى من غير هذه المبالغة ولكن هذه بما أنها قصة ففيها مبالغة في رواية الأحداث من أجل التشويق دمش يعني قال الآن أنهم يتزوجون قال ما قاله يعني براك مش ميكروفون ونهات يعني هات ترك الميكروفون أهمت لبرابر هيركز شاشكن لك إتشين دي قال مش الكل أصبح في دهشة وأحمد أيضا أهمت لبرابر أهمت لبرابر مع بعض هيركز أهمت لبرابر شاشكن لك إتشين دي قال مش أصبح في دهشة بران جز جوزة يعني و أصبحوا ينظرون إلى بعض في لحظة من اللحظة بران جز جوزة يعني بران في هذه الأثنى بران 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 سمسكة سروا يعني ضموا بعض وعاشوا حياة سعيدة مع بعض طبعا كما ذكرت أن القصة فيها مبالغة كبيرة ولكن أنا قدمتها إليكم من قبيل تعليم اللغة التركية حتى نأخذ كلمات مستخدمة في الحياة اليومية وحوارات يومية فكانت القصة مليئة بالحوارات اليومية وبالكلمات الجديدة نتمنى أن نكون قد حققنا الفائدة المرجوة من هذه القصة نكون تعلمنا كلمات جديدة كلمات مفيدة يعني الأسلوب كيفية الأسلوب مثلا كلمة اعتذرة تستخدم مع من كيف استخدم من هنا تين طان أعمل تين أجور دي لاميشلال هنا نهات طان وأيضا كلمات أخرى تعلمناها أساليب بلاغية مجازية كلها تعلمناه في هذه القصة لو أعجبتكم القصة وتريدون أن نبدأ في قصة جديدة اذكروا ذلك في التعليقات أنا أريد أن أبدأ بقصص وأحداث أقصر من ذلك حتى تعوم الفائدة وحتى لا تكون مملة وطويلة اعتذر عن الغياب الطويل في الفترات السابقة إن شاء الله نقدم لكم أفكارا جديدة لتعليم اللغة التركية لا تنسونا من دعائكم ومن تعليقاتكم الجميلة إلى اللقاء مع درس آخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيم سلسلة قصص التركية ترجمة نانسي قنقر